أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكثونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا ولقد خلقنا فوقكم وأنزلنا من الزماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على باب به لقادرون فأنزأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور ثيناء تنبت بالدهم وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم احبذوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل فقال الملأ الذين كفروا من قومه كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم عليكم ولو شاء الله لأنزل يا ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كربون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاتلك فاتلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي مجّنا مما القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعدًا لِلْقَوْمِ الْوَالِمِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَ آخَرِينَ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعدًا لِقَوْبِ اللَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملائه فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكلبوا ما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اشتركوا في القناة